اه اه رجعنا لنظرية انسلم نظرية انسلم يا دكتور نعم لا توجد آية واحدة في الانجيل تؤيدها اه وكما شرحت سابقا حينما تحاورنا مع بعضنا خلال البحث اللي انا قدمته يعني انسلم اراد كان رئيس اسقفة كانتربيري في قرن الثاني عشر في الوقت اللي كان فيه انتشر الزحف الاسلامي في حض البحر المتوسط فهو اراد ان يشرح نظرية الفداء للمسلمين فذهب الى صفات الله في الاسلام اللي هي العدل والرحمة وشرح بناء عليها نظريته متجاوزا اه الشرح الانجيلي المسيحي اللي هو هكذا احب الله العالم بالاسف الشديد انه النظرية لم اه طروق للمسلمين ودمرت ايمان المسيحيين الله في الاسلام لا يعطيك الرحمة الا اذا استحققتها عدلا واذا ما استحقتهاش عدلا متاخدش الرحمة فالرحمة اه بتمر من خلال العدل لكن في المسيحية اه الموضوع مختلف محبة ابدية احببتكي لذلك ادمت لك الرحمة ان هكذا احب الله العالم فالرحمة اعطيت للانسان ليس بناء على العدل ولكن بناء على المحبة الشرح بتاع انصال شرح غير مسيحي وكان غير موجه للمسيحيين بالاساس كما اسلفت الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة